في علامة استفهام تانية مش مفهومة خالص هو بنجاري إذا علانه هو دخل جابجون يعني هل بنجاري الدايق مثلا هو جابجون للزمالك ما أعتقدش بس أعتقد أن الكلام الأخير اللي تلعم في وسائل الإعلام والناس اللي إشعاعات العمالة تتروج في الفترة الأخيرة حتى ما هو يعني من زيادة الموضوع أو الكلام الكتير اللي بيطلع في الفترة الأخيرة هو تلع قال محدش بيعرف الحقيقة فينا محدش لسي يعرف الحقيقة موسيقى كم يقول كده ومش يعني عادي يعني فاهم قصلي من ش هو دل حيبرقه بس أنت افرح انك جبت هدف يعني بقالك مودة ما بتجيش أهلاف شفنا الفرحة الكبيرة جدا لعبدالله جمعة الفرحة جنونية فرحة جنونية وبشيد عبدالله جمعة النهاردة كان واحد من الأحسن اللعيبة في الماطش النهاردة كان هو المصدر الخطور الأول والأخير في الزمالك في الشوت الأول يعني معبدال الشوت الثاني قبل ما يخرج كان هو من أحسن اللعيبة في الزمالك هو اللي صنع الفرص هو اللي صنع فرصة الهدف الأول يعني هو اللي احتفل أكتر هو اللي راح للجمهير احتفل مع الجمهير على عكس بن شارقي يعني أنا مش عارف في أي سبب يعني عدم فرحته بالنسبة أن هو بيسجل هدف بيعود للتسجيل بن شارقي بالزبط وكمان آخر هدف بن شارقي يوم 6 إبريل قدام بيرامد فجاب أكتر من شهر أو حاجة أو أكتر من شهر عن التسجيل فلما بترجع تسجل بتستعيد مستوىك النهاردة ظهرت بمستوى كويس بتطمن جمهور الزمالك لا أنا مركز أنا بسجل أهو بساعد الفريق يعني على الأقل بيين فرحتك للجمهور بيين حتى لو أنت واخد قرارك أو ناوي أن أنت تكمل أو تنشي لا أو مش هيكمل بالنسبة كبيرة أو مش هيكمل بس يعني حاول تبين خلاص آخر فترتك مع الزمالك ذكرى حلوة حتى يعني تفرح الجمهور اللي كان بيساند النهاردة بشكل كبير جدا كان هو يعني العنصر اللي خلى الزمالك النهاردة يفوق ويرجع التاني للانتصرات ودي يعني أنا بالنسبة لي أن هو كان على الأقل يروح يحتفل معاهم يخلق الزكريات مع الجمهور حتى لو يا بن شارئ زعلان وعندك حتاب على جمهور الزمالك إن هم زعلانين منك آه زعلانين منك لأن أنت ما عندكش موقف واضح هتجدد ولا مش هتجدد الكلام ده من إمتى الكلام ده من لجنة كابتن حسين لبيب مش عارفين هتجدد ولا لأ وفي مماطلة رهيبة وفي شرط الجزائي وفي تعقدات فضيعة أو طلع إشعة دلوقتي أنت رايح الأهلي فالجمهور زعلان أكتر فالجمهور حقه هو يزعل منك أنت بقى المفروض تصالح الجمهور بهدف زي ده تروح بقى تحتفل معاه مش تبقى واقف ومدهي ومش عايز تحتفل أنا اللحظة حسيت أن عبدالله السعيد ده هو اللي جاب عبدالله سوري جمعة هو اللي جاب الهدف وإن بنشرق إزعلان إنه مش هو اللي جاب الهدف يعني ما بيلفت يعني من كتر فرحة عبدالله إنه قد إيه إنه هو جاب يعني الهدف جيل الزمالك مش فالي بقى مين اللي أحرز الهدف فبنشرق يعني يعني علامة استفهام كبيرة مش مفهوم بقولك عبدالله السعيد عشان عمر استعيد الهدف التاني وبرضو فرحة جنونية يعني تحس بص يعني أبناء الزمالك أو اللي بيحبوا فعلا الزمالك أو اللي شارهين الزمالك بتحس كده عليهم أول ما الهدف بيدخل يعني عواد مثلا رغم إنه بقاعد دكة أول ما الزمالك يجيب هدف يعني مش ممكن فرحان لزميله فرحان حتى لو وهو ما بيشاركش وأبو جبل هو اللي بيشارك بيحتفل معاهم بيروح يسندهم بالزبط وده المهم دي الروح اللي احنا بنتطالب بها الزمالك على طول كل لايف أو كل فيديو بنتكلم فيه إنه لازم يبقي روح إفرح لزميلك إفرح للفرقة روح بين اللعيب تفاهمة بينهم لازم يبقى فيه هكي النقو عيلة واحدة بتفرحوا مع بعض بتحزانوا مع بعض بتسندوا بعض وهو ده اللي بيخلي الفريق يقوم ويرجع للصلاة ويفهموا بعض بقى فيه جملة كده كلكم فاهمينها لكن كل واحد عايز يغرد منفردا دي صعب أو تي مفيش غير زيزو الحقيقة هو الراجل اللي بيغرد منفردا أنه هو الرحيد اللي تثبت على مستوى يعني طيب محمود علاء إنذار ثلاث إنذار بدون أي سبب ومش هيلعب ماتش الأهلي يوم 19-6 ودي الحالة رقم كام التوقف رقم كام في الدور المراضي في الدوري الموسم مرة تانية مرة تانية مرة تانية محمود علاء بيتوقف بعد الثلاث إنذارات يعني ست إنذارات دي حاجة غريبة جدا المدافع يعني بالضبط والنهاردة كمان يعني بياخد الإنذار يعني بدون أي سبب يعني إحنا حذرنا كتير إن العيبة لما بتحتفل بالأهداف لا أنت بتعترف دلوقتي على الحكم يعني إعتراض ما لوجه لازمة أنت عارف إن الماتش الجاي ماتش كمة ماتش مهم في مصير الزمالك في الدوري عايز عايز ترجع منافسة تانية عايز تكسب المنافس المباشر ليك على الدوري فأنت النهاردة لما بتتلف آه يعني لازم تخلي بالك عارف إن آه في ماتش كاس مع الدخلية يوم 13 بس ده ما لهوش علاقة لإن اللايحة مختلفة من بين دي مسابعة دي مسابعة دي مسابعة فالإقاف هيوقع على محمود علاء في ماتش القمة في الدوري قدام الأهلي فأنت لازم تبقى عامل حسابك أنت كلاعيب كبير اللاعب بتلعب في المنتخب عارف أهمية الماتش ده في مصير الزمالك في الدوري فأنت لازم تبقى أكتر حرص من كده لازم يعني ملهاش لازم أن أنت تتكلم كتير حتى لما بعد ما تلقى الإنذار برضو لسه بيتكلم مع الحاكم كان ممكن يترد ويتعرض للإنذار التاني على طوله ويترد وكان سهل جدا يحصل ده بس يعني كان لازم ياخد باله أكتر من كده وطبعا الزمالك هيتكلف بالجيابه يعني قدام الأهلي طبعا كده الزمالك ما عندهوش جر الوينش ومحمد عبدالجني قدام الأهلي ويعني نتمنى لما يحصلش أي إصابات ولا أي حاجة لأنه ما فيش يعني وإنش أصلا عنده إصابة والراجل بيلعب هو عنده إصابة يعني فأر يعني ربنا يستطر